التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمستشارة محمد الفيصل يوسف القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأعرب مدبولي عن الحرص على تعاون وبناء مسارات من التواصل المستمر مع الجهاز من منطلق دوره المهم في تقييم الأداء وتصويب أي اجراءات بما يصيبه في تحقيق المصلحة العليا من جانبه عرض المستشارة محمد الفيصل أبرز أنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية وتطرق إلى دور الجهاز في رئاسة لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة